وعلى الفور وهو ده يعني رد الفعل السريع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعني بعد بالتهنئة للمنتخب الوطني عبر تدوينه على حسابه الشخصي قال فيها اتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم الى المباراة النهائية بكأس الامم الافريقية وانني اذ اهنئ ابطال منتخبنا وجهازهم الفني اود ان اشيد بروحهم القتالية وادائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين لقد اثبت ابنائي اللاعبون ان المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي اي صعب والوصول الى هدفه بتوفيق الله شكرا لكم لقد اسعدتمون جميعا وبلدكم فخورة بكم ده كلمات الرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة جاءت فورية بعد اطلاق الحكم بكاري جسامة صافرته معلنا تأهل مصر الى نهائي امم افريقيا معلنا عودة الكرة المصرية مرة تانية الى المنافسة بقوة وبكل شراسة على منصات التتويج معلنا اعادة مصر مرة تانية واعادة الكرة المصرية الى هيبتها ومكانتها الطبيعية المنتخب المصري الاكثر حصولا على بطولة امم افريقيا لسبع مرات يتمكن من التأهل للمباراة النهائية وباذن الله باذن الله سيحصد اللقب الثامن وامامكم والكلمات اللي يمكن بيهنئ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجهاز الفني واللاعبين بالتأهل اكيد ديت هتكون حافز كبير جدا لللاعبين والجهاز الفني وخلال الفترة اللي فاتت كانت الدولة داعمة بشكل كبير من اول يوم وان شاء الله هتفضل داعمة ومن خلال كل شيء دوت هنتكلم عنه باذن الله بعد التتويج لكن قدرت الدولة ان هي تضع بكل اجهزاتها بوزارة الشباب والرياضة الدكتور اشف صبحي واتحاد الكرة برئاسة جمال علام وتواجد المصريين والسفير متحة الميليجي سفير مصر في الكاميرون واللعيبة اللي تحملوا كتير جدا واللعيبة اللي تحملوا صعاب كتير جدا وجهد كبير جدا والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش ان هم يحققوا انجاز كبير لكن يبقى تتويج الانجاز بالحصول على البطولة لان دا المكانة الطبيعية لمصر بشكل عام والكرة المصرية على وجه الخصوص مرة تانية وتلتة وعشرة وان شاء الله تبقى التمنى مبروك لمصر ومبروك للشعب المصري ومبروك للجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش ومبروك لللاعبين لاعبا لاعب واسم اسم شاركة او لم يشارك في المباريات حتى المباراة النهائية وبإذن الله مصر قادرة على حصد اللقب الثامن اشتركوا في القناة